البطل الفتى للعوب بيأجر نفسه للي تدفع اكتر لكنه ايه وسيم فتاك شغل فخر من الاخر تأجره الفاتنة الجريئة اللي عايزة تجيب ورسل عيلتها لكنها ما تعرفش ان هو حب حياتها وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصالوا بينا عن نبي وتذكروا الله ويلا نبدأ احداث الملخص الجديد مع بعض عشان كده المسلسل بيبدأ بينشنغ الجريئة القوية اللي بتكرر تنتهم اشد ان تأمن زوجها الخين الحقير وتدخل المؤتمر الصحفي وتقول بقوم ناس بداية الجواز الرابع احبى بلقكو ان جوزي الاستاذ تشو منغ اتوفى وطبعا كل الصحفين بتصدموا من الخبر ويسألوش معنى اعلنت الموضع ده في ايه الجوازهم وكانها بتحتفل وفرحانة وهنا تحصل المفاجأة يدخل عليهم تشو بنفسه ويقول لها هو من اللي مات انت مستعجلة بقرمالة للدرجات دي ويبقى ساحب عشقته في ايده اللي بتقول لها انت مستعجلة ورسي فتقومي ورسابي الحية ولا ايه فبص لهم يون بقرف وتقول واخيرا عرف تجيبك لحد عندي خد عقد الطلاقة ووقع عليه وخلصني ونفهم ان البطلة كانت بتحبه لكنه حقير استغلها وسبع يوم فرحهم وان وقته وهو مختفي وعيش حياته والاسم انها مراته وتفوق هنا وترميله الخاتم زي ما رمهولها وتقول له خلينا خلص منك بقى فيوقع ويقول لها هتندمي وتروح تقابل صاحبتها وتقول لها عالبركة اخيرا خلصتي اه بس في مشكلة ايه جده عاوزة حفيت في خلال السنة وانا مش عارفة عامل ايه في الموضوع ده فتقول لها الحل عندي حتة ود ايه يختفق بعنيه يسحرك بجمال وعصبي وشاقي من الاخر كده مش هتلاقي زيه فتقول لها بجد كويس ده فتقول لها اه قوي ومستعد يعمل كل اللي انت عاوزة بقشرة منك بس فتستغرب يون فتقول لها اصل علته افلست وحالته صعبة هو محتاج فلوس يحب تعيني عشان كده بدأ يشتغل الشغلانة دي بس هو ايه سعره غالي شوية بس انت عارفة الغالي تمنه فيه فتقول لها خلاص كلمي وبلغيني اللي هيحصل وتسيبها وتمشي وتفرح سونة قوي وترنع الوسيم يانت الشغل ويتبلغوا الاخبار وانها اخيرا عارفت تقربوا من يوني ازاي لكنه بيسألها قدرت تعرفني فتقول له لأ شافت صورتك ومعرفتكش انت شكلك تغير عن زمان احلويت قوياض ويبص لنفسه هنا في المراية ويفتكر من ست سنين وهو رايح لحبيب طيون عشان يعترف لها اخيرا لكن بتكون في عربية هتخبطها فيزقها ويتخبط هو بدلها وينزل لها هنا تشو وياخد اللقطة ويفضل لزق لها في المستشفى في حين ان الغالبانيان وشو تضمر ويفوق هنا ويقول مش هسبح لك تهربي من ايدي تاني في الوقت دا تكون يون اطلقت خلاص وتقول له مش عاوزة شوف وشك تاني فيقول لها انا متأكد انك لسا بتحبيني فتقول له حب دا كان زمان ايام ما كنت هبلة وبالريالة اكبر كده يا حبيبي انت اللي زيك ما يتحبش فيقول لها عمدا البت بقى باسمك انا مش هقدر ادخله من غيرك فتسيبه وتمشي وتتصل تبيع البيت تخليك جنن وتروح تعمل حفلة هي وصحبتها وتبقى مبسوطة على الاخر لحد ما يدخل الوسيم الشرير يان اللي بيتقرب منها وهي ما تصدق وتكون مش شايفة قصدها اصلا وتقول له انت وسيم قوي وعضلتك شكلها حلوة قوي فيبص لصحبتها واللي بتكون اخته ويقول لها انت ازاي تجي بها مكان زي دا دا انا هقول لهمك فتقول له استدنا هنا بس يعني انا زبط لك البيت وفي الاخر عاوس تفتن علي يا فتان دا انت بودو جاس خمسة شو على صحيح ويقض هو المزة ويمشي يوديها الفندق وتقول له بشوش علي يا دانا وحدانية يستجى مدنك مع الزبني بس ازاي امر زيك كده مش مرتبط فيقلها هي سونا ما حكت لكيش فتقول له اه بس دا مش وقت حكاوي فيزقها ويتقرب منها والصبح تسحى وتتصدم انها في حضنه وتحاول تفتكر مين دا وبتعمل ايه معاه لكنه بيقول لها ما كنتش متوقع تبقى متجاوزة اربع سنين وجوزك ملمسكش حتى وتفتكر يوم فرحها وتشوب يشكرها انها دفعت ديون عيلته فتقول له انت بتقول ايه دا انت مونكس حياتي يقول له لانك زقتني في اليوم دا ما كانش زماني عايشة فهيداقت شو ويسيبها ويمشي وتفوق وتقول لي يا انت مهمتك تخلني احمل في اسرع وقت ممكن وياريت ما تحشرش مناخرك في اللي ما يخصكش فيشدها ويتقرب منها وتروح لصحبتها اللي بتقول لها ايه رأيك كله تمام فتقول لها اه الفلوس ايه فتقول لها حفلة الرئيس هونج النهار دا هتروحي فتقول لها اه انا لسه ما بلغتش حد الموضوع طلاقي ولازم اروح واسبت نفسي الفترة دي او تسيبها وتقوم وتبعت هي رسالها لاخوها وتقول له ايوة كده دخلت دماغي البت من اول يوم انت سبقى موضوع مبارح ويكتفت اللي ماما عشان اساعدك وجد عنا مني يسطى هي رايحة حفلة الرئيس هونج دلوقتي في الوقت داي كنت شو وصل الحفلة هو كمان ويتجله عشائته وتقول له حبيبي وحشتيني انت زعلين مني ولا ايه انت مكنتش ناوي تاخدني معاك الحفلة فيقول في سره انا لازم اخذها وافقع مرارتها وندمها انها سبتني وهنا يوصل الوسيم يان اللي بيخطف انظار كل الموجودين اول ما بيدخل ويروح يبارك للرئيس هونج اللي بيقول له ست سنين ولسه زي ما انت شاطر وابتعرف تجيب الفلوس ازاي واتصدمت شو لما يشوفه ويقول له ايه دايان انت رجعت السين تاني ده انا ما عرفتكش يا راجل فيقول له انا كمان فكرتك حد تاني لما شفت اللي لازق في ايدك دي ما هو مش معقول تكون جايب عشائتك الفرح معاك فيقول له لا يا عم راتي دخل اهي وتدخل هنا يون وهي في كمة انا كتها ويقول له فكر يا دايان لما كنت هتحفى وراها وهي مش معبراك المهم انا راح استقبلها هنا بقى ويسيبه ويمشي وتشوفه سونا وتقول هو التلاجة ده بيعملي في الفرح مفيش احساس خالص وهنا تقول لها سو ايه عسل جايبة صاحبتك في ايدك عشان ما تجيش ايدك فاضية ولا ايه لو مش لقي حد ترقسي معنا ممكن تاخدي حبيبي لفة ما هو طالقك في الاول والاخر ويلحن تشوي يقول لها عندك حق يا حبيبتي قد انت عظيمة ويتقرب من يون اللي بتضربه وتقوله فوق لنفسك وبلاش شغل الفشخرك كدبه ده انت والبت اللي معاك انا اصلا مش شايفك يا حبيبي وهنا يعلن الرئيس هونج ان الحفلة هتكون حفلة تنقرية ويوزع مسقط على كل الموجودين هما يسد ايان ياخد الفرصة ويروح يجري يسحبها عشان ترقس معاه وهي تروح معاه عشان تخلع من تشو ويرقسه سوا ويبص لهم تشو يضغاز لانه الواحد اللي عارف الحقيقة ويفتكر لما كان بيبص لهم نفس البصة ايما كانوا عشاء في الجامعة ويفوق هنا وصوب تقوله ولا تزعق نفسك يا اطقطي انا بعرف ارقس كويس واحسن منها تعال نرقس سوا ونغزها فيزقها ويقولها ابعدي عن وشي وهنا تقول يون كفاية كده ايه ده ما عجبكيش رأسي لا مش موضوع ما عجبنيش جزي مشة خلاص اه هو انت نوية تطلقي امتى وانت ملك انت هتطلق ولا لا دي حاجة ما تخصكش اه هتعرفي لما تطلقي وتحس ان في شبه بينه وما بين الشاب اللي هي مأجراء ولسه هتتقرب منه يشيلها ويكمل الرأسة وتقوله وانا هعرف هلاقيك تاني ازاي لما تطلق فيقول لها انا هاجل حد عندك ويسيبها ويمشي وتقول في سرها ده مين ده كمان وهنا يكون تشو مولع على الاخر ويقول ازاي الجرأت تتقرب من واحد تاني اقصادي فتتقرب منه سوء عشان تهدي فيمسكها هو متعصب ويقول لها انت مش قلت هتخليها تغير وهنا يكون نيان رجع البيت وترجع عيونه وتتقرب منه وما تضيعش وقتها لكنها لما بتصحى الصبح ما بتلاقيهوش جنبها وبتزعل بس بتفوق نفسها وتقول انا عاوزة وريس وهو عاوز فلوس بلاش احلام اليقظة عمر ما هيبقى في حاجة ما بيننا وتقوم لكنها بتتفاجئ بفرس الاحلام الوسيم اللي بيحضر الفطار وقلبها بيدق وما بتقدرش تتحكم في نفسها وشكلها كده الحب بدأ يخبط على بابها وتقوله انت تعب نفسك ليه مش شرط في الاتفاقية انك تعمل كده فيقول لها واللي انت كنت بتعمليه ده كله كان في الاتفاقية برضه فتتكسف وترن جدتها هنا وتقوله هس خالص وتقول عام لقية جدة فتقول لها ايه الاخبار انا مستنيع الحفيد فتقول لها في اقرب وقت يا تيتا وتقفل معاها وبعد شهر تعمل تحليل حمل لكن بيطلع سلبي وتقول لي سونا واخرتها او عيكون بعد الحلوة دي كلها الوضع قيم فتقول لها لأ اللي انت بتقولي ده وتديها التقارير الطبية بتاعته وتقول لها الواد ميت فل وعشرة شوف انت بقى فتقول لها لأ احنا كده لازم نعيش في بيت واحد ولو وصلتوا الهنا يا حلوين ما تنسوش تدعموني باللايك الجميل والكومنت الاجمل لو تكتبوا لي بتتبعوني من انهي بلد واكتبوا لي نفسكوا كمان اللي خصلكم سلسلات ايه وما تنسوش كمان تاخدوا الكلفة في صفحة الفيس هتلاقيهم سلسلات جديدة وجميلة هناك وقبل ما نكمل ما تنسوش تصالوا بينا عناب وتذكروا الله ونكمل يروح لها ويتقرب منها ويقول لها انا كده عاوز دعف المرتب فتقول له ايه الاستغلال ده انت مش قلت هلاقيك وقت ما عوزك انا ما بحبش اللي بيغيروا كلامهم فيقول لها بس انت اتفاقيتك تغيرت ويتقرب منها وتاني يوم تقعد وتسرح فيه وتفتكر كل اللي حصل ويبقى شكلها خلاص وقعت وما حد تسمى عليها لكنها بترن عليه وتلاقي الفن مغلق ويبان انه هو في اسانسير وعطلان بيه وما فيش شبكة لكنها بتتعصب وتقول ان مفيش راجل ينفع ديله الامان وان كلهم كدبين وبيختفوا بمزاجهم ونفهم ان اللي تشو عملوا فيها ساقصر فيها جامد ومخليها مش مديها الامان لحد وتروح وتسهر مع صحابها وتبقى جايبة اخرها ومتعصبة وسنة بتحاول توصل لاخوها باي طريقة واخيرا الشبكة بتزبط وتقوله انت فين يا راجل البت بتدع منك تعال هنا بسرعة ويكون تشوف نفس المكان وصاحبه عمال يقوله يا راجل البت بتحبك وما يتفدى بديبك بس انت برضو سايبها بقالك 4 سنين بستنيها تعمل لك ايه يعني هي حبة ضغزك وتنقشك شوية وهنا تدخل صاحبة المكان تجري عليه وتقوله يا عم قوم شوف مراتك دي شربة ومش في وعياها وعملت بهدل في اللي شغلنت في المكان فيقوم يجري وهنا يوصل يان وتقوم يون وتقرب منه وتقوله انا معدتش واسكة فيك خلاص وهأجر واحد غيرك فيقول له هو انت مفكرة في حد زي هتندمي يا جميل فتقوله لأ مترصصينه فيقول لها ايه السرعة دي كل ده عشان الاسنسرعة تلبية والشبكة ضاعت اما لو كنت عايش في مصر كنت هتعملي في ايه فتقوله بطل تكلني بالكلمتين دول فيقول لها تعالي بس هنا رايحة فين بصي من الاخر انت مش هتبقي لحد غيري انا مرة واحدة في العمر ما بتكررش واوعدك وقت ما تحتاجيني هكون قصادق واللي حصل ده مش هيتكرر تاني فتقوله ماشي هنشوف ويتقرب منها وتتكسف سونة وتقول لهم ايه يا جماعة راعش ورستنجل اللي زي شوية وهنا يدخل تشوه ويقول ابعد عنها هيالة ويزقوا والكون هي مش فوعيها اصلا وتقول لسونة هم مين دول وبيعملوا هنا ويمسكوا هم في اخناق بعض فيقوله انت رجعت عشان تسرق مراتي فيسكته قبل ما يقول اسمه وحقيقته تتكشف قصاد يون وتروح يون تضربه وتقوله مراتك مين يا بمراتك فوق بقى ده انت غلطت حياتي وتبعد عنه وتمسك فيان وتقوله ودي حلوة انت اضربه وانا هديك فلوس فيقول لها افتكر ان انت اللي طلبتي ما تجيش تزعلي بقى ويمسكه يروأ علي ويشالفاته فيقوله انها ربيك يا يان تشنغ فيخاف يان وقلبه يوعف رجليه ويون تقرب منه وتقوله ايه ده انت من عائلة تشنغ وتجري على سونة وتقول لها الحقي ده انت ممكن تطلع قرايب وتمسك يون تشنطة وتروح تكمل على تشو وتقوله اطلع من حياتي بقى انا بقى عندي حبيب خلاص يلا بنا نرجع البيت وتمشي وتسيبه وهنا تهدده سونة وتقوله عارف لو سمعت لك صوت ولا فكرت تقرب من اخويا اخبار طلقك وخيانتك هتبقى في كل مكان وتبقى وريني بقى اسعار اسهمك اللي هتبقى في الارض يا عسل وتسيبه وتمشي وهو هيجنن وعند العربيات وقفه يون وتقوله انت بتعمل ايه يا دي حليوة عربية ايه انت مش قادر تشلني لحد البيت فيشيلها على ظهره وتقوله اخته يلا ربنا يكون في عونك اللي انت بتعمله في ايه ايه بتخلصه منك وهنا تبدأ ايه انت فطفط بكل اللي حصل معاها وتقوله تخيل البجح سبني يوم الفرح واقعدت زي الارمال اربع سنين ما عرفش عنه حاجة والاسم متجاوزة وبعد كل ده لعين ييجي ويقول قال ايه انا مراته فيقول لها ما يمكن كان ورا حاجة مهمة فتقوله حاجة اللي تخلي واحد يسيب مراته في يوم زي ده بس انت اكيد هتدفع عنه ومن تقول لك شبه بعض المهم هاتلي انت الوريس بقى وخلينا اخلص من اللعبة دي فيقول لها ما تقلقيش قريب اوي هشلك انت وبنين على ظهري فتقوله عارف انت لو حب طفولتين كان لسه موجود ما كانش حصل معايا اي حاجة من الحاجات دي فيضحك يان عليها ويفهم انها لسه بتفكر فيه وياخدها البيت ولسه هيمشي تمسكه وتقوله انت رايح فين اوعد كن زعلت لما كلمتك عن حب طفولتي ما تقلقش يان زي اي راجل سبني واختفى هو كمان انا ما بقليش حد غيرك وتشده عليها والصبح يبص عليها وهو بيتحك ويسيبها ويمشي ولما تسحة تلاقي رسالة بيقول لها فيها انه تعبان وياخد اجازة ثلاثة ايام عشان ما تتعبش هي كمان فتقول لأ انا رازم اتطمن عليه وترن عليه ويبان انه هو ولا تعبان ولا حاجة وانه في شركته عنده شغل مهم ويبص وكل موظفين بيبصوا علي ويقول لهم اطلعوا برا ويرد عليها ويقول لها انا في المستشفى ويكحكح فتقول لوا انا مش موافقة على الاجازة المرض دي تعال البيت وانا هاخد بالي منك فيقول لها حاضر ويقفل واتتريع علي اخته وتقول له ايوة يا عم ما حدش قدك انت سحر للبيت دي ولا ايه بس ما عرفتكش يعني حنين ونعم شبه الدبا دي باما اللي ما بيرحمش حد اللي معنا في البيت ده مين فيشدها ويقول لها وانا هبقى حنين معك انت ليه وبعدين هو انا مش بضربك بالقفة في الرحة والجاية مديح النية يا بيت يلا تستلم انت الشغل بدالي لحد ما اشوف اخرتها ايه ويلبسها هي في الشغل ويطلع وفي الوقت ده يكون الملزق تشوق جاي بورد وخاتم ومستني ينفي شركتها ويقعد في الارض ويقول لها انا اسف على كل اللي عملته من اربع سنين انا كنت خايف من المسئولية وحاسس ان انا مش قدها ويشوف هميان وتتقرب يون منه وهو مبسوط لكنها بتقوم ضربة فيخاف ينمنها ويقول دي ما لها المتوحشة دي دي الواحد يخاف يقرب منها ويطلع يجري وهي تقول ل الامن ما يسموحوش لتشو يدخل الشركة تاني ويشدو الامن ويطلعو برا وطقف هي وترن عليان وتقول له انت فين تعالى على البيت انا مزاجي مش حلو وتمسكه وتقعد في حضنه وتقول له تعالى بقى قول لي انت بتتأخر علي ليه ويكون الوات خايف منها يعيني ويقول لها انت قطة بس من النوع اللي بيخربش وانا بخاف من القطط فتبعد عنه وتقول له انا ما كنتش في وعي مبارح واكيد هلفط في الكلام اوعاتين الكلمة من اللي سمعتها كده ولا كده فيقول لها انا عاوز اكتسك فيها شوية كده فتبعده وتقول له احنا اللي بدنا مجرد اتفاقية فلوس في مقابل وريس اوعاتينسى انت صحيح شبه فلقة الامر بس انا ما ينفعش اتجاوز واحد زيك فيبعد ويقول لها طبعا فاتقرب منه وتقول له تشوء انقذ حياتي من ست سنين وقعدت نفسي ان انا لازم اردله الجميل ويفتكر هنيان يوم الحادثة وهو بينقذها ويفوق وهي بتقول له انا مش ندمانة على الاربع سنين اللي عده وكفية ان انا حاسة ان انا ردت له الجميل فيقول لها هو انت لسه بتحبيه فتقول له لا ما بقاش فرس الاحلام اللي كنت بتمنى تجاوزه فيقول لها ما تقلقيش ولا كلمة هتطلع برة وطبعا ده يكون في المشمش لانه تعصب وبيطلع يجري على تشو ويمسكه يضرب ويقول له بقى يا حقير عايشت دورة على البيت وعمل ان انت اللي انقصتها وانك فرس الاحلام المنكز وانت اللي كنت السبب في الحادثة اصلا وكلت عشان تتجاوزها فيقول له ما انت سبتها وخلعت واختفت لمدة ست سنين وما حدش عرف لك طريق دلوقتي راجع عامل نفسك عاشق والهان وعاوز تاخد حقك ايه عامل حبيب فوق لنفسك فيقول له لما انت لعبت اللعبة القذر دي عشان تتجاوزها اللي خلاك خليت بيها وسبتها الفتر دي كلها لوحدها فيقول له انا حفيت وراها سنتين ورد ودبديب وخروجات اشكال والوان لجل اشوف نظرة حب في عينيها لكن في الاخر اتجاوزتني عشان تردي لك جميل فتجننت وكنت بدور عليك عشان اخلص منك وارتاح واقفل على موضوع السر ده فيقول له اه تخلص مني وطبقى المنكس بجد هو انت بتجد بالكتبة وتصدقها فيقول له من حقي وطالما انت رجعت عامل نفسك باتمان ليه ومش رادي تعرفها ان انت دي ما هتصدق مش باعد تجري تتجاوزك زي الهابلة بس عارف انت ليه مش رادي تروح تقول لها لانك جبان وخايف تطلع نسيتك خاصة انها مسألتش فيك وقعت في حبي بسهولة وكانت بتجري ورايا كده عشان اتجاوزها فيمسكه ويقول له انت اللي جبان وانا هوريك فيقول له يكون في مصلحتك ما تحكي لهاش الحقيقة لان الموضوع هيقلب عليك مش معاك فيمسكه ويقول له والله لو وريك على كل دمعة نزلت من عينيها وعلى واحد زيك ويزقه ويمشي ويشوفه ابو تشو وهو ماشي ويدخل ابنه ويقول له هو مين اللي كان طالع من عندك ده فيقول له ديانت شنغ ويبنيوم الحدثة من ست سنين وابو تشو بيقدم رشوة لسواق المنافس بتاعه وعشان يخلص منه ويروح الشاب يركب العربية والمفاجأ ان المنافس بيكون شنغ أبو يون ويكون السواق عايز يدخلهم في الحيطة لكن بتكون يون قصاده وبيزق اهيان وبياخد الدربة هو وكده بتكون عيلة يون كلها رحت في الحدثة ويفوق ويقول له ده الواد اللي كان في حدثة عيلة يون من ست سنين فيقول له انت ايه اللي مخوفك دلوقتي ولا عمرها يعرف حاجة ويرجع هو البيت وتقول له يون انت اتأخرت كده ليه شكلي كده هعجبك فيقول له عملي اللي انت عاوزاه انا رزقلك هنا ومش هتحرك من هنا فتقول له وانا لو مددت العقد وخليته مدى الحياة هاخد خصم فيقول لها لا بالعكس ده الفايدة هتزيد الدنيا بتغلى وانا لازم اأمن مستقبلي ما انت يمكن تاخديني لحمه وترميني عضم فتضحك ويتقربه من بعض وفي الشركة يقول له اخته الموضوع شكله كده مطول وانا مش هينفع سيبك في الشركة لوحدك وانت عارفة من ساعة مرجعت الصين واللي يعرفه الحقيقة يتعدوا على الصوابع عشان كده انا كلمت واحد صاحبي وهيجي يساعدك ويدخل صاحبه وتضحك عليه فيقش يتقرب منها ويقول لها انت بتضحك علي يا استاذة ويسيبهم ين ويمشي يروح يحضر الفضر ليون اللي بيكون مدلحة على الاخر هو يبقى هي عجبها الوضع ومش عاوز العقد يخلص وتقول له انا عاوزك تجي معايا الشغل هخليك المساعد بتاع الفترة دي ويقول لها عنايا حاضر وهنا ترن عليها السكرتيرا وتقول لها الحايا يون المساهم الجديد قافل على نفسه القوضة وطالب الكل في اجتماع وشكله كده هياخد قرار جديد انت لازم تيجي تشوفي مين ده تروح تجري وبتتفاجئ بوجود تشو وتقول له انت بتعمل ايه هنا فيقول لها مالك يا قطة متضايقة ليه ما انت مش فايقة للشغل انا المساهم الجديد وصاحب تاني اعلى اسهم في الشركة بس قول لي صحيح هو انت جرى الحلوة ده معاك في الشركة كمان ليه فتقول له ده المساعد بتاعي فيقول لها اه ده بجد يا حلاوة المهم احنا في اجتماع الشغل دلوقتي تعالي تفضلي لان خمس دقيق والاجتماع هيبدأ فتطلع هيويان وتقول له انها الجنن مش عارفة عامل ايه فيقول لها ايه دي بس روح يزبطي مكياجك وكل حاجة هتزبط ويرن هو على سونا ويقول لها اشرحي لي كل اللي بيحصل في شركة يون وايه علاقت تشو بالشركة ويدخل الاجتماع ويقول تشو بما ان الانسة يون بقالها فترة مش متواجدة قوي في الشركة فانا هقدم لكم نفسي بنفسي انا الرئيس تشو منغو بقد دلوقتي ساحب اعلى اسهم في الشركة وبطالب ان انا نضم المجلس الادارة واتمنوا توافقولي عالطلب وكل يوافق طبعا وتبقى يون على اخيرها ويقولوا المساهمين طول شكلهم عصفير حب خالص اللي يشوفهم ما يقولش ان هما متجاوزين بقالهم اربع سنين فيقولت شو يون دي مراتي حبيبتي حتى لو عدى ميت سنة هنفضل زي ما احنا هي وقفت جنبي من اربع سنين وانا هقف جنبها دلوقتي عشان شركتها في الاول والاخر تبقى شركتي انا منقص حياتها اللي ما تقدرش تعيش من غيري ويبقى ينهيان عليه يمسكه يضربه وتتعصب يون وتقول كفايا كده انا مش هكمل الاجتماعي النهاردة وتسيبهم وتمشي يدخل لها تشو وتضربه وتقوله انت بجح جواز ايه وحب ايه اللي انت عمل بتحكي عنه انت عارف ان احنا اطلقنا خلاص وكلها مسألة وقت والناس كلها تعرف فيقول لها محدش عارف حاجة وانا عاوز اساعدك والحقلك الشركة بدل ما هطقع فتقوله بعد من وشي فيقول لها انت بتعمليني كده ليه اللي يشوفك ما يقولش ان انت اللي كنت بتجري ورايا وان انت اللي قلتلي انك بتحبيني الاول وكل اللي انا عملته ان انا انقصتك وبس وبعدين انت اللي عملتي كل حاجة فتمسك الحاجة وتفضل تضرب فيه وتقوله اطلع من هنا اطلع من حياتي بقى كفاية وتقع في الارض وتنهار ويكون يان بيكلم سونة برة وتقوله انا زبطتلك اسهم بنسبة 15% في شركة يون اسهمك هتبقى نفس اسهم تشوه اعلى كمان فيقول لها زبطي كل حاجة وعرفيني وهنا يشوفه تشوه ويقوله يا هلب الملياردر اللي عمل نفسه مساعد غلبان ما تساعد حب حياتك يا اخي بدل ما انت سايبها كده فيمسكه يضربه ويقوله انا جبت اخر منك فيقوله ليه كده بس ما انا بساعدك اهو وما قلتش لحد حقيقتك فيقوله يا سلام فتقوم قيل لها اقصادي ان انت اللي انقصتها يا كذاب فيقوله بصين انت لو ما كنتش موجود في حياتنا من الاول كان زماننا متجاوزين من زمان ويسيبه ويمشي ويدخل هو اليون اللي بتكون قلب المكتب فوقاني تحتاني وعملها بتعيط يحضنها ويقولها ما تقلقيش كله هيعدي وهتبقي فل للفل والشركة هترجع زي الاول واحسن فتقوله تفتكر ده هيحصل في الاول والاخر عيلتي حتى كل امالهم فيا فيقولها طبعا ما تقلقيش بس انت اللي مدية لتشول فرصة وهو مستغل لها احسن استغلال لازم الكل يعرف انكوا تطلقتوا فتقوله عندك حق وتمسك صورة عيلتها وتقول كنت ما احتكبه جنبي وتصدم ينهنى ويفتكر الحدثة ويفهم ان هم ابوها وامها ويفوق وهي بتقوله انت عندك حق انا هعمل مؤتمر وهعلن عن طلاقي فيحضنها ويقولها ايا كان قرارك انا هدعمك فيه وتعمل المؤتمر فعلا وتقول انا والرئيسة شو اتطلقنا ويطلع يجري تشو عليها ويقولها انت مجنونة اسهمك كلها تبقى في الارض وشركتك مش هيبقى لها اي 30 لازمة ويجري المساهمين عليها ويقولولها احنا كده فلوسنا ضاعت حرم عليك ازاي تعملي كده في الوقت ده وقت تكون سنى في الشركة وقف بمكبر صوته بتقول لكل الموظفين يدخلوا حالا ويشتر كل الاسهم اللي ظهره في شركة يونشنغ والكل يضغط على نفسه في نفس اللحظة لحد ما سعر الاسهم بيعلى وتفتح يونه وتقول سعر السهم عمال بيعله ويتصدم تشو ويفرحوا كل المستثمرين فيطلع يجري تشو علشان يمسك يان يضربه فتجري يونه وتقوله انت ملك بيه امشي من هنا فيقول لها انا متأكد ان هو اللي حردك على موضوع الطلق ده ومش بعيد يكون لقيت في موضوع الاسهم كمان فتقوله هيعمل كده ازاي وهنا تسخلصونا تجري وتقول انا اللي عملت كده ايوة يا صاحبتي انا صحيح علتي فقيرة لدرجة ان احنا ما بنملكش حاجة غير الفلوس وتتريق عليه وتاخد يون وتسيبه وتمشي وهو لسه هيقول لها ان دا يان تشنغ فيمسكه يان ويدربه ويقوله لو شفتك جنبها تاني هيبقى اخر يوم في حياتك فيقوله انت هتفضل في نظرها المساعدة الغلبان اما انا المساهم الكبير اللي عالتها كلها بتحبه فيقوله ماشي يا كبير هنشوف ويسيبه ويمشي ويروح يجيب لها كيكة ويحتفل معاها بمناسبة طلاقها فتقوله ماشي انت مش محضر حاجة تانية فيقول لها لأ طبعا محضر ويدخل يجري يجيبه كي ورد شبه اللي كان جايبه يوم الحدسة بالزبط ويلبس موسك زي ما كان لابس يوم الحدسة ويطلع لها ويقول لها سمعت ان البنات بيحبوا الورد فتقوله طبعا بس ليه لابس الموسك ده فيقول لها لان انا عندي حساسية وتفتكر هنا حب حياتها يان وتفوق وترمي الورد بعيد وتشيل الموسك وتتقرب منه وبعدها تبقى فرحانة باللي شركتها وصلت له وتقول له انا مش مصدقة من يوم من تدخلت الشركة معايا وكل حاجة تحولت وهنا يجي تشوف وتتعفرت اول ما تشوفه ويدربه يان ويقول له اطلع برا لكن البجح بيمسك يون وبيهددوا بيها ويقول له ان كله للفلوس والاملاك انا مش هسمحلكوا ترجعوني على الحديثة تاني لنعيش عيشة فل لنموت احنا الكل وتحاول يون ترنع الشرطة فيتعصم منها ويكونها يضربها فيلحقها يان وياخد الضربة بدلها ويقع في الارض في حضنها ويخفتشه ويهرب ويطلع يجري وتاخده هي على المستشفى وتقول له ما تسبنيش وتقع عقصاد الباب وتفضل تعيط في الارض وبعد اسبوع من اليوم ده واخيرا يان تحسن تقول له انت ازاي تعمل كده يا ابني انت ما بتخافش كل اللي بنا عقد حب مزيف تعمل في نفسك كده عشاني فيضحك ويقول لها انا اي حاجة عشانك هعملها فتقول له انا اللي بقولك بنفسه لازم تاخد بالك من نفسك شوية وبعدين انا هخصم لك من المرتب كام يوم دول فيقول لها ايه ده ده انت مديرة شريرة اوي وهنا هيدخل عليهم تشوه اللي مخب بنفسه لابس ماسك ويقول لها انا اسف ما قدرتش اسيطر على نفسي اليوم ده فتتصدم يونه وتقول له انت انت كويس انك جتلي برجليك عشان ابلغ عنك الشرطة ويجو يقبضوا عليك فيمسكها ويقول لها يون ما تعملش كده انت عارفة ان انا مكنتش اقصد فتقول له انت انت لزيك ما ينفعش تسامل غير عقاب ولسه هترني يقول لها يان استني بس ايه رأيك بدل ما انبلغ عليه تتنازل عن اسهم الشركة ويوافق ويمشي ويدحك يانو يقول لها شفتي الاسابة بتاعت يتساوي مليار وانت عاوزة تخسيم المرتب بتاعي يا ادرة وبعد الشهر يطلع واول حاجة يون بتعملها بتجيب البوكس اللي فيه كل الزكريات من يان وانت شو وتقول له دول كل الزكريات اللي فضلين لي من اللي حبتهم قبلك وعلشان خطرك انت انا هرميهم وهنساهم كأنهم ما دخلوش حياتي فيقول لها استني بس مش هتندمي وبعدين ما يمكن يان ده يظهر في حياتك تاني فتقول له وإيه اللي انت بتقوله ده انت مش بتغير منهم دايما وبعدين انا عايز ابدأ حياة جديدة معاك وبعد فترة على الوضع ده يقرر يانو اخيرا انه ما يحكي لها الحقيقة لكنه بيحسها تعبانة وبياخدها وبيطلع على المستشفى وبيحكي له الدكتور اللي بيقوله حسب التحاليل اللقصادي المدم حامل مبروك ويطلع يان من جوه وهو مصدوم وتقول له يون مالك بس فيقول لها احنا هنبقى اب وام انا مش مصدق انا عاوز بنت ماليش دعوة وهنا يشوفهم تشوفوا الصدفة في المستشفى وهم محضنين بعض وهي في قمة سعادتها ويبعدها يانو يقول لها انت لازم تعرفي الحقيقة لكن ينده عليه عشان تدخل للدكتور وتسيبه وتمشي ويروح لها تشو ويشد التحاليل منها ويقول لها ايه ده انت حامل هو احنا الحقنا نطلع فتقول له بعيد عني وبعدين انت مالك بيا وبحياتي ويشوفه يانو يتجنن ويروح يجري يضربه ويقول له اياك تلمسها تاني فيقول له بجد يحلتها وهو انت تقدر تقول لها الحقيقة وتعرفها انت مين فيقول له اه وهنتجوز كمان اطلع منها انت بس وإلها خلي عيلتك تعلن افلاصها قريب وتشد ديون وتاخده وتمشي ولما ترجع لبيته وهو خايف وعاوز يشرح لها تقول له ما تقولش حاجة انا عارفة كل حاجة انا معاك وهحميك وانا كمان بحبك زي ما انت ما بتحبني ومش فارق معايا منصبك وان انت فقر ومش حلتك حاجة وتلبسه دبلة وتنم في حضنه وهو مصدوم وما يحكي لهاش الحقيقة ويقعد تشوي عاية زي الستاته وهو سكران ويقول له امه ضيعتها خلاص مش هنرجع تاني الوادي انا رجع وهيخدها مني وهيعرفها الحقيقة وهتكرهني فيقول له ابو استنى بس هو ده اللي نقزها يوم الحدثة فيقول له اه يا بابا يا عم حلك عندي الوادي استوقت نقز يوميها وهو حبيبي وما جابش سرتي ولا كأن وتسجن كم سنة انا ممكن اروح له ونعمل تمثيلية على يون فيقول له بجد يا بابا وفعلا تروح لهم يون ويهدده تشوب بنته ويقول لها الغالبان ان حبيبك يانت شنغ هو اللي قال لي عمل كده عشان كان عاوز يعرض عليك الجواز ويبن منقذ في عينيك عشان توقفقي عليه بس ما كنتش مدخل الموضوع يوصل لكده فتقول له تتخلص من عيلة كاملة عشان عرض جواز انت مجنون ويخليت شو يمشي ويقول لها شوفتي بقى الاستاذيان حبيبك هربان بقى له ست سنين ليه فتقول له مش هصدق حاجة غير لما اسمع منه فيمسكها ويقول انت مجنونة انت حامل في ابنه يا بنتي فتقول له انت بتقول ايه فيورها صورته ويقول لها مش حاسة بالشبه الشاب الوسيمي اللي جنبك اللي عمل نفسه فتى ليل ده الملياردير يانت شنغ لكنها بتفضل على موقفها وما بتصدقش فيسمحها تسجيل صوتي ليه وهو بيتكلم مع اخته وتاخد الصدمة الحقيقية هنا وتتأكد فيحضنها ويقول لها خلينا نرجع لبعض ونتجوز فتزقه وتقول له انت مجنون انت لو اخر راجل عالكوكب مش هتجوزك وتسيبه وتمشي وتروح تعايت وهي بتفتكر كل لحظة قدتها معين وترجع لبيته وتقول له خلاص انا هلغي العقد وكفاءة قوي على كده فيقول لها تقصدي ايه فتقول لها تقصد واحد غلبان زيك عيلته افلاسة وبيبيع نفسه للي اسوى وما يسواش واحدة زيها تعمل بي ايه صح ولا انت رأيك ايه وتضربه بالكف وتقول له انت ناو تمثل علي الامتة انت يان حبيبي فيقول لها اه فتقول له سواء عيلتك هو اللي كان سايق بعيلتي وقت الحدسة فيقول لها اه وتقول له انت حاولت تنقذني وقتها ومن وقتها انت اختفيت ويقول لها اه وطبعا تبقى القصة ترسمت لها بشكل تاني منتو شو وتقول له وكنت بتضحك علي انت واختك طول السنين دي وكل ما اسألها عليك تقول له انها ما تعرفش عنك حاجة وتشت وتطرد برا البيت وتقول له مش عاوزة تشوفك تاني والعقد اللي بنا مالغي وتاني يوم لما تشوف صحبتها تقول لها انا مش عاوزة تشوفه الشيك تاني يا سونا احنا مبقنا السحاب وتمشي وصحبتها زعلانة جدا ويروح ياني يمسك تشو ويقول له انت قلت لها ايه انت فيقول له مفيش كنت عاوزني قدمها لك يعني على طبق من ذهب ولا حاجة انا قلت لها انك انت اللي كنت ورا الحدثة وان انت سبب في موت اهلها فيضربه ويطلع للمساعد بتاعه ويطلب منه حقق في موضوع الحدثة ويشوف فين السواء ولما يعرف مكانه يكون تشو مزكه فوق السطح وبيحاول يتخلص منه يوصله وتوصله ينهيه كمان وتمسكه تضربه وتقول له انت دمرت حياتي وانا هوريك وهنا توصل الشرطة ويتجنن تشو ويهدد ان هو هيتخلص منها لكن لما بيلاقي الشرطة وصلت فعلا يزقها ويطلع يجري وياخد هايان ويطلع على المستشفى ويقول الدكتور انها كويسة بس لازم تاخد بالها من نفسها اول ثلاث شهور ويفرح يان وهنا يدخل السواء ويحكي الحياة كلها ويتأسف منهم وتقول سونا ان عيلة توشو كلها هربت لكن توشو لسه في البلد والشرطة بتدور عليه وتقول له يون يعني انت اللي انقصتني من 6 سنين او ما اللي اختفت فين فيقول لها نتصبت في وشي وعملوا لي اكتر من عملية تجميل ودخلت في غيبوبة لمدة سنتين ولما فوق تعرفت انك تجوزت من توشو فتقول له سامحني فيقول لها انت اللي سامحيني واخيرا تبقى الحياة كلها تكشفت ورجعوا البعض ويعلن يان انها خطب تقصات كل الصحفيين ويبقى تشو شايفهم ومستخبي وتفرحك جدا لما تعرف ان حب حياة حفدتها رجع من تاني وتقول لهم انهم لازم يتجوزوا في اسرع وقت ممكن وفعلا يعملوا الفرح اخيرا ويجي لهم تشو ويقول لها انا بس عاوز اسألك سؤال واحد قبل ما سلم نفسي هو انا لو ما كنت سبتك يوم الفرح كنت هتفضلي معايا ولا لو عرفت الحقيقة كنت هتسيبيني برضو وتروحي ليان فتقول له انا مقدرش اخمن رد انا مش في الموقف دلوقتي عشان عارف انا كنت هعمل ايه بس اللي انا عارفة ومتأكدة منه ان انا محبتش في حياتي حد قديان من اول لحظة الاخر لحظة ما شفتش غيره فيقول واضح ان انا لازم استسلم كفاية علي كده بتمنى لكم حياة سعيدة ويسيبهم ويمشي ويتقربوا هما من بعض وهم فرحانين ويطلعوا ياخدوا شهادات الجواز وعلى هنا يبقى خلص ملخصنا النهاردة اتمنى يكون المسلسل عجبكم واتمنى ملخصات الفترة دي تكون عجباكم ما تنسوش اللايك الجميل لانه بيفرحني جدا وكمان ما تنسوش تكتبولي تعليق حلو زيكم ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعر لما نزل اي فيديو جديد وبس يا حلوين اشوفكم في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة